أعلنت مدرية الصحة بالدقاهلية عن إطلاق قفلة طبية داخل قرية الجالية الأولى بمركز بالقاس بالدقاهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتشمل القوافل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحولها للمستشفيات لاستكمال العلاج وكذلك إجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان هذا وتستمر القوافل لمدة يومين بالقرية المستهدفة لتتمكن من إجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين